أعلاً أعلاً بمتابعيني الحلوين عارفني ضبطة عليكو كتير بس قبل ما نبدأ أتمنى تدعو لإخواتنا في فلسطين وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجنس ويلا بنا نشوف قصتنا بتبدأ مع بطننا زامري وهو بيجهز الفطار لحبيبته تاشى بتتصل بيوندته تطلب منه يزورها الأسبوع الجاي عشان وحاشها وزامري بيوذهب بعد تردد ونشوف بعد كده والده بيكلم الأم بعد انتهاء المكالمة وبيقول لها بتدي قادري كافي من الحرية لابنها ومتستغلش كونه ولد مطيع بنروح بعد كده لزارة وهي بتفطر مع أخوها اللي زواجه قرب وبيسألها إذا كانت معجبة حد بس بتستخف بسؤاله وبتكمل أكلها زامري بيفطر مع تاشى وبيهنيها بعيد ميلادها وبتقول له إنها تروح تقابل صديقتها وبينطلق لمقابل الصديق رفيق بيتقابل زام رفيق وبيكون في شوقه عند زام إن أمه مش عايزة يزورها عشان وحاشها هي عايزة تابسه في جوازة ورفيق بيكون داعم للأول ومش موافق على وضع زامري وتاشى وحياته في بيت واحد من غير زواج زارة بتروح لصحبتها جوليا اللي جوزها بيعدهابها ودائما بيستلف منها فلوس وبيضربها لإنه بقى عصبي جدا بعدما فقد وظفته وبتقول لها زارة إنه مستحيل يكون بيحبها لإن الحب الحقيقي مستحيل بصاحبه أزا لكن صديقتها بتكون مراية الحب عميها خالص ولما بتركع جوليا بيتها بتلاقي جوزها بيطلب منها تستلف فلوس من أي حد بتديهانه عشان يرد تيونه ولما بترفض بيضربها تحت أنظار بنتها بيروح زامل بيت أهله وبيوصل أبو أمه لبيت صديقتها الحاجة جميلة والدة زارة وفي الغدى بتندح والدة زامري بالصفات زارة وبتقول أن اللي هيتجوزها محظوظ وهي بترمي نظارات لزامري كده من تحت لتحت وبتقول لهم زارة اللي بنتها كل ما يكلموها عن الجواز تلاقي ميت هزر زي زامري بالضبط رفت فكرة الجواز لما الدنيا بتليل الأمه بتكلم زام وبتسأله عن رأيه في زارة وقبل ما يقول أي حاجة بتقع على رأسه صحلية فبيجرد أن المكان بيتقرر نفس الحوار بين زارة و أمه وبتقول لها أنها مش هتتجوز من غير حب جوليا بتروح لزارة عشان تستلف فلوس لجزعة ولما زارة بتسألها عن الكدمات اللي في الشعب بتقول لها أن الجزعة ضربها بس هها تستيل عشان مش مطيعة وفعلا بترجع بفلوس زارة لجزعة وهي بتقول له أنها حاسة كأنها متسولة ومش عايزة تعمل كده تاني بس مش بيعجبوا كلامها فبيخلقها وبتشوفهم زارة وبتدافع عن جوليا بس جوليا بتمشي مع جزعة وبترفض تعمل محضر فيه تاشا بتسأل عن مكان تحطي فيه طفل اسمه عامر ابن صديقه لها توفت وبيفتكر زام أن في وسط الكلام أم زارة قالت أن زارة شغالة في دول لرعاية الأطفال فبيبعد المكان تاشا وبيرجع للقرية تاني عشان أمه عايزة تشوفه والسوق حظه تاشا بتبعث له صورهم سوى وهو نايم وأمه بتشوفهم وبتصحيه اللي غضبونة جدا منه الأب بيسمع صوت الأم وهي بتزعق وبيشوفه هم ملق نيب الصور ولما أبو بيسأله عن تاشا بيقول له دي مجرد صديقة وبيفيه بأمل الولدين في ابنهم تاشا بتودي عامر لدور الرعاية وبيكون مددائق جدا أنه ساب جدته اللي كانت بترعيه بعد تعبها ونشوف أن تاشا كانت عايزة تحتمي بعامر بنفسها بس أبوها رفض خوفا من كلام الناس اللي هينسبوا الولد لابنته وهي لسا ما تجاوزت فاضطر التودي لدور الرعاية ده وفي وسط ما تاشا بتوري عامر المكان بتفض في زارة وتاشا بتعلي صوتها وتقل أدابها على زارة بس زارة مش بترد عليها بتيجي المديرة الدور وتقول لتاشا أنهم هيحطوا عامر في رعاية زارة أحساب ووظافة عندهم فبترفض والمديرة بتحاول تقلحها وفي النهاية بتوافق وبتقرب زارة من عامر أحدا واحدا وبتوعدوا إنها تساعدوا في إنه يكون عنده صحاب كتير كويسين وفي الوقت ده بيحاول زامري يعتذر من أمه ويطيب خطرها لكنها بتكون مضايقة منه جدا وبترفض إنه يلمسها حتى وبتفضل تدره فيه وهي بتسأله إذا كان يعرف عقاب الزنة ولا لا وفي النهاية صورة غضبها بتطردهم في البيت لما بنرجع لتاشا بتكون في خناقة مع أمها لأنها شايفة إن أهلها مش بيحبوها وعمرهم مهتموا بيها ولا حتى هنوها بيعيد ميلادها مرة في حياتهم بنشوف بعد كده وإلى الزمري وهو بيحاول يحنن قلب أمه عليه وبيقول لها إن هلاك زمري مش إننا نتبرى منه بس الحل إننا نساعده يصلى حياته وفي الليل تاشا تستنى زام في البار بس هاو بيتأخر وبيستغل الوضع صديف لديم لتاشا اسمه كاش وبيحاول يتودد ليها بس ها مش بتهتمل بكلام ده وبتمشي وتسيبه بيدبر الأهل لقاء بين زين وزارة وبيجتمعوا في مطعم وبيتعرفوا على بعض أكتر وبيقولوا البعض إن أيا كان رغبة أهلهم هم مش لازم يضغطوا على نفسهم زارة بتعجب بي شوية وبتحسوا أن شخص لطيف ومش أناني أو مغرور وبيحترم الست وبيقدرها زين بيركع الشغل ويبعث له حد صور اللي تاشى مع كاش وبيكلمها عن الصور دي فبتقول له إنها تعرض للإعتداء وإن الصور دي كانت مجبرة عليها فبيقول لها عشان تزبط ده لازم تأدب في كاش بلاغ وإلا تعتبر علاقتهم انتهت لما بيروح زمري لشغله بيكون مع عميلة بس العميلة دي بتبقى على علاقة مع كاش وبيجي بلطاقية تبع كاش يضرابه زمري وبعد الخناءة بيتنقل للمستشفى ورفيق صاحبه بيبعث يجيب أهله عشان يتطمنوا عليه ووالد زارة بيبعث زارة أمها للزيارة وزارة بتتطمن عليه بس هم بيتكلموا سوا الأمهات اقتحموا القوضة وبالغهم بقرارهم إن غير قابل للنقاش وهو أكيد زواجهم لما بنرجع للأم بيلاقيها مش متقبلة أي اعتراض من أي حد على قرارها بزواج زمري وبتعرفهم إنها مش هتواثق على جوازه من تاشا أبدا وإنه الطريقة الوحيدة عشان تتقبلوا كابني لها إنه بتجاوب الزارة وصاحبه كمان بيحاول يحب بزام في زارة بس زم بيقوله إنه ما فيش حد مناسب لي غير تاشا بنروح لتاشا اللي بتكلم شخص اسمه شون وبيسأله عن علاقتها مع زم وإزاي ما فيش أي فئرة بينهم وبيقول لها إنه زارة مش بيحبها وإنه ما حدش بيحبها غيره في دور الرعاية عامر بيترعب لما بيشوف سحلية الحمام وزارة بتبعدوا عنها وبتقوله إن الراجل ما ينفعش خاتم حاجة صغيرة زي السحلية فبيداء من كلامها وبيقول لها نمخصمها ومش هيكلمها تاني إلا بشرط نعم تقوله معنا كلمة لقيت فبتقوله إنه لقيت هو ابن نشأ بدون زواج فبيقول لها عامر يعني أنا لقيت فبتقوله لأ إنت يا تيم فرق كبير جدا فبيقول لها إنه سمع والد تاشا بيقولها عليه لقيت وبتحسي زارة بالحرك وتغير الموضوع بعدها بيتتسك بيها زام وبيتفقوا إنه هيزارها في الدرع عشان يكلمها في موضوع ضروري والد زارة بيكون مش مواثق أمها على الوضع المحرك اللي حاطت زارة فيه وبيكون استغرب من استعجال أم زامري على الجواز بس الأم بتحديه وبتقوله إنها هتعرف تقنع بنتها وإنها هو وثقف إن زام شاب كويس على الجانب الآخر في مصيبة بتحصل لجوليا صديقة زورة وهي لإن جوزها بيحاول يبحر صديق السدق منه لك إنها بتقدر تهرب وجوزها بيتضرب بعد ما هربت ولو بيرجع لها البيت بيضربها وبتديره أغلى خاتم على قلبها عشان تهرب من إيدي تاشا بتتصل بزام اللي بيكون لسا على خلاف معها بعد ما شاف صورها مع كاش وبحاول تتقرب منه تتلو بتتهمها إنها اتفقت مع كاش ضده وهي ساف الضرب اللي أخده ومش بيصدقها مهما أنقارت تنحتشها بعد كده لما كانها المعتاد عشان تنضق من كاش بعد اللي عاملوا عزام وفعلا بتضربوا بالألم وبينقذها شون قبل ما كاش يردل على الألم ألميه بيتقالل زام وزارة زي ما اتفقوا وبيتفقوا إن زارة هتكلم قوم زامري وتفهمنا إنما ينفعش يرغموهم على الكواز وهم لسه ما يعرفوش بعض وبيصورهم شون ويوري الصور لتاشا عشان يبوز علاقتها بزام بس التاشا بتقوله إنه مهما وريها الصور مش هتحب حد غير زامري المهم زارة بتحاول فعلا تكلم أم زامري بس أم زام مش بيسديها فرصة ومش بيسعرف تقول لها حيك بتشوف زارة ما عاملواية بتفسحه وعلاقتهم بقت قوية بس في وسط الفصحة بيقلي فدقة وبيكون على وشك يعمل حادث مع عربية زامري اللي الحصن الحظ بيقف وبيخرج من العربية بتتاجئ زارة إنه عارف اسم عامل لكن زامري بينكر معرفته بعامل وبيقول إنه سمحة بتنديله وهي بتجلي مش أكتر وبيسلم على عامل اللي على غير عدته الانطوائية بيسلم عليه ولما بيقعدوا يتكلموا بتقولوا إن عامل في العادة بيقرب من أي شخص جديد بيتعامل معاها لخلافك يظهر إنه حبك وبيتغطوا سوا ويتصور مع عامل قبل ما امطلق زامري فأجاستو في الوقت ده تايش بيتقابل شون وبتحذروا إنه ادخل في علاقتها مع زامري تاني وإن أي تدخل جاي معناه انتهاء صدقتهم وبعدين بتتصل بزام وتطلب منه يتقابله ويقدر تشو شوية عام مشاكلها لكن زامري بيرفض وبيقولها تحل مشاكلها بنفسها وما تتصلش على تاني زوج جوليا بيقرر فعلته تاني وبيدي مفتاح بيته لواحد من الدائنين لكن جوليا بتقدر تهرب تاني مع بنتها وتتصل بزارة اللي بتكون في الوقت ده بيستقبلها زامري في دار الرعاية بيروحوا سوا لجوليا عشان يساعدوها وبيقتروحوا عليها تمنغي البوليس لكنها بتكون خايفة من جوزها وبترفض فزارة بتخبيها هي وبنتها في دار الرعاية وبعد كده بيوصل زامري بالبيتها وبيمشي وبيشسب زارة في حالة سعادة بتقرروا التدريجي منها بيخاطط زامري ان يروح دار الرعاية تاني عشان يقابل زارة بس بيتفاجئ بتاشا مع عامر ونشوف تاشا جاي بدا بدوب لعامر لكنه مش بيحبه لانه مش من هواتي الألعاب دي وبيحبه أكتر الكرة كتاشا بتقوله ان الكرة هتوسق خدومه وتحليه طفل مش مرتب فصار بتطلع لها من العدم وبتقول لها انه بالأحسن يشجعوا الطفل على تطوير هواياته بدلا ما يجبروه على هوايات مش في دائرة اهتمامه ومجرد ما بتسمع الكلمة دي اندون بتشيت وبتكلم زارة بوقوحة وبتحدد بفصلها وزامري بيكون شايف الكلام ده وبيقول بينه وبين نفسه ان البنت واقحها زي والدها وبنشوف في فلاش باك والد تاشا هو بيقول لزامري انه مش موافق على جوازه من تاشا لانه مش غني مش هيقدر يرفع مكانتهم من اجتماعية في الوقت ده بيخبط دالنجس جولي على زارة وبيقول لها تجيب له بنته ومراته وزارة بتقول له انها مش هتسيبهم لمجرم زيه فبيخلقها واناكن له حسن الحظ بيجزام وبينقذها من بين ايدي وبيتفق معها يتقبلوا تاني يوم وفي الزارة بيقابل زامري معرفة قديمة اسمها فرح وبيصاروا سوا وذلك يخليه يفوت معاها زارة واتصالتها ويكون خايف امه تعرف علاقته مع فرح كمان وبعد شوية بتطلق ام زامري من زارة ناها تزوره مع اهلها وفعلا بتروح ويعتذر لها زام عن غيابه فبتتقبل اعتذاره زامري من تشتته بيلسه موبايله جنبها بس بيلحقها قبل ما تشوف الرسائل وبيحوط ربنا انه فلت المراضي وسمعته بالصندفة قدام زارة وقعنها وفي جالسة العيلتين بيوعد الأمعات وبعض بيجرس أولادهم من روح للتاقشة اللي بترفض تحتر عيد ميلاد أبوها لأنهم عمروهم ما اعتموا بها وانا تبنوا ليها عيد ميلاد سعيد أبدا وتبتصل بزام اللي بتجاهل اتصالاتها لحد ما بتبعاته ريكورد تقوله فيه انها هتموت نفسها فبيتصل بها وبيقول لها تايدة والبطل تبقى عوضة فيها فبتقفل السيكة في وشه وهي بتقوله انها بتقرأه بيقول زامري زارة انهم ما يفعاش يستجيبوا لطبوط أهلهم وانهم الأحسن يكونوا أصدقاء لانهم ما يعرفوش بعض وحبهم مش صادق ولو تجوزوا بالشكل ده مستحيل حياتهم تبقى سعيدة بتقوم خناء بنتا شك والدها فبيقول لها انه ما تمنع لكونها بنته بيطردها فبيقابلها شون لأن أمها فطلب منه يطمن عليها فبيروح لها ويقول لها انه بيحبها وأهلها بيحبوها فبيتقوله انه ما يعرفش حيكة وأبوها مش بيحبها ودائما بيلومها على خسار الطفل المفضل وفي مكان المسائية زامري بيقول لزارة عزمايلها وجوليا بتتفاجئ جوليا بعد كده بقرار زارة بدعوتها لها للغدا هجوليا بتستنتك انها ما كانتش محضرة حيكة هيا بس حيث تقبله عشان بدأت تحبه وتبخاله واتبدأ المفضلة في الوقت ده في دار الرعية دالن بيدهم جوليا وبنتها وبيعتذر لها وبطلب منها فرصة تانية وبتبدأ تحنة وتطلب منه يزبط إمكانية تغيره الشخص أفضل بعد كل اللي عملوا معها وتاني يوم بتجو جوليا هبيطة وتطلب من زارة تسحى من المحضر اللي عملته في دالن لأنها عايزة ترجع له وتديه لفرصة تانية في الليل بيعمل أبو تاشا اتفاق مع شون إنه لو نجح يخطفها من زين هيزبطه مديا وبعد الشوية بتقول زارة رحمتها إنها وافقة على الجواز من غرست شارة زين اللي بيقول لها إنه مهتم بالكرير ماشي الجواز وهي بتقول له ناها زيه مش هتمينع علاقة بعيدة المدى ومتفهمة علاقات شغله مع الستات ومش هتعورده بيحدد أهله موعد الزواج من غير استشارته حتى وبيروح يعزم موظفينه على الخطوبة لما بنروح لتاشا بنكتشف من خلال شون إن أبوها بقيله سنين كارهة وبيعملها كعدو لأنها بسببت فموت أخوها في حدثة وهو بيفديها وأبوها من وقتها شايف إنها قتلت أخوها الصبير عندن عشان ضيران منه والاهتمام والدو بي وده ما كانش حقيقي خالص بنركع لزامري تاني اللي باكري صاحبه بيشمت في بعض الواضح اللي أهله حطوه فيه وزام بيكون متوتر وخاف من الالتزامات اللي بتيجي بعد الجواز وعايز يعيش حر طليف بس باكري بيكون رأيه إن الجواز هيكون حماية لي من المعاصر المستمرة اللي بيعملها وهيحسن له حياة زارة بتتصل بها أم زامري وبتقول لها أنه هو اللي طلب منها تتكلمها رغم أنه ما طلبش وده عشان تغربوا من بعض وتتفق مع زارة تقابلها تاني يوم عشان يشتروا مستلزمات الزفاف وبتجبر زامري يجي معاهم وزامري قبل ما يقابل زارة تاني يوم بتشوفوا تاشا الصدفة اللي بتكلموك رومانسية بتتفق معايا على معايد باللين وزارة بتظهر بمجرد رحيل تاشا وبيستقرب من نظرات هني حتى عيب مخاة بتلوم نفسها عشان مدلوقة أكتر من اللازم بعد ما بيشتروا الفستان وخلافه بفجأوا زامري بحافية عيد ميلاده وهو كالناسي أساسا في نفس الوقت تاشا بتغني لأنه خلافه عدوليها في الوقت اللي زامري فيه مش فاكر أنه يعرف واحدة بالاسم ده أصلا وبيقرب من زارة أكتر وأكتر وبيتبادلوا من مجامله تاني يوم بيروح شغله في ساعة ده غير معتادة بيتعجب ديها الموظفين في الوقت ده بتطوب تاشا على بيته ولما بتفتح لها أمه بتقول أنها عميل من عملاءه في الشغل ولكن أم زامري بتكون عرفاها وشافتها في الصور وتطلب منها تبعات عن ابنها وما تشباش رغباتها بتدمير حياته في الوقت اللي تاشا بتعبر فيه عن حبها لزامري الأم بتقابل ده بالسخرية وتقول لها أنها أكيد هتلاقي شاب أحسن يناسب مستوها الاجتماعي ومستوى الحرية بضحها بعد ما بتقابل الأم تاشا بتقلق وبتتنفق مع أم زارة تقادل مع عادة سيفاف ورغم أن زارة وأخوها بيتعجبوا من استعجاله إلا أنهم بيفترضوا حسن النية ولما بترجع تاشا من بره بتتخاني مع أبوها كالعادة والحسن الحظ شون بيكون موجود وبيهدي ما بينهم وبيوهد تاشا أنه هيصلى علاقتها مع والدها بعد كام يوم والدها نفسه بيطلب منها تحب شون وتتجوزه عشان علاقتهم هتخلي الشغل يزدير وهتدمج شركتين سوا وبيقول لها لدي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليه برها كابنة تاني وتاشا بتبدأ تحسن معاملتها تشون شوية بعد فترة بتروح الشركة وبتصدم من حوادية الموظفين عن جوان زامري اللي مجرد ما بتعرف عنه بتتصل بزام اللي بيقول لها لما بيحب شعرسته وأنا بيحبها وبيطلب منها ما تتصلش بي تاني وزي ما الأسرتين قرروا جواز زامري بيتعمل في نفس اليوم لوج أخوان صغير وفجأة بتكلوا مكالمة من تاشا بتجبروا يقوم من الكوشة وبيبعد رسالة يقول لها فيها إنه مشغول ويكلمها لما يفضل ولما بتلاقيه لسه مستمر في كتبه عليها بتقول شون إنها هتتجاوز زامري حتى لو غصب عنه فأول يوم زواج بتصحي تاشا زامري من النوم وبيقول لها تأجل الكلام بحد ما يركع المتينة وزارة بتقلق لما ما بتلاقيهوش نايم جنبها وتسمعوا بيتكلم تاشا فبيقول لها إنها مجرد زميلة شغل وإن شغلهم ببيعتمتش من وعيد عشان كده اتصرت عليه ثلاثة الفجر بس زارة اللي بيكون شغل تفكيرها تشابقوا الأسماء بين زملته وقم بحامر وبيقول لها زام إنه مضطر يرجع الشغل بكرة لزار في طارق ويتوافق ولما قمو بتعرف بتبقى في قيمة الحرج من زارة في بيت زارة بيقول لها إنها الأحسن كانت تحط رجلها على رجله عشان تسهل اندماجهم سوا وفي وقت ما لعلتين ميدايقين زامري المريض بيكون بيلعب ديله مع تاشا وهو معيها بيشوفها بتتجسس على موبيله على غير عادتها عشان تعرف شكل الست اللي خطفته منها وبيهددها زام إنها لو عايزة علاقتهم تستمر الأحسن ما تعرفهاش وبعد الحوار ده بيبعد رسالة الزارة يقول لها فيها إنها هيباد برا يوم كامل بيعتذر لها على بعده وفي نفس اللحظة كلمها أمها عن شعر العسل فبتقول لها زارة إنه إهدار للفلوس مش ضروري وإنه ما يعملوا شعر العسل في البيت لما بتقابل أم زام زارة بتعتذر لها وزارة بتسألها لهو زام حانه مشكلة لأنه كان بيتكلم معايا كتير قبل جواز ومجرد ما تجوزوا بقى الكلام مقتصر على التحية تقريبا بس ولكن الأم بتقول لها إنه مجرد ضغط شجل ومع شوية وقت هيتطبعوا هنا بعض وإنا بنرجع لزامري بنشوفه بياخد بقس من شون عشان لسا مكمل مع نتاشا رغم دوازه وبيحوش بينهم بكري اللي بياخد زامري على جنب وبيهزقوا بيقوله إنه لو ما سابش نتاشا هيجيب لنفس الفضائح في وسط وصلة التهزي بتيجي مكالمة من أم زامري ورسائل بتقوله فيها يجي البيت يرجع مراته من بيت أهلها ويبقى زوج محترم وأم تاشا بتقرر نفس الكلام اللي بنتها لما بتوصلها بصور جديدة لها مع زامري بن جسوس وبتقولها يدخلها عندها قرامة وتبطل تلاحق زوج واحدة تانية ولما بترد عليها تاشا بوقاها بتضربها بالقلم ولما بتمشي تاشا بتقابل شون وبتسأله عن جسوس ببقى إنه قريب من أبوها بس ها بيقولها إنه مش عالف حاجة بيرجع زامري بيتقع لزارة بيعتذل لها عن تقصيره وبيطلب منها وقت عشان يعنفها أكتر ويفهمها وبتقبل يا تزاره وثاني يوم بتطبخه الفطر قبل ما تمشي على الشهر فبيشكرها في رسالة وبيقولها إنه بعد كده تستنى عشان يوصلها ومع سرحانها دير عامر بيتكسر وهو بيلعب كرة فتاشا بتوصل وبتحزقها بوقوحة لحد ما زامري بيوصل لما بيوصل زام بياخد تاشا على جنب وبيهديها وبيخليها تخفى على زورة شوية وبيقول لها إنه كان جاي يشوف عامر وبيطلب منها تقعد في فندق تسمع زورة كلامه معاه وبتشوق فيه وبنركع لزورة اللي بيتجاهلها زامري وبتجاهل أسئلتها واش بياكل معاها حتى وفي نفس الوقت بيكان انتاشا على الواتساب وتاشا في الوقت ده بتكون عند شون وبتقول له إن علاقة عامر وزين بتحسل وده ممكن يخلي عامر نواه لتنشيط حبهم وشون بيعارض الفطة كتاشا بتمشي بغضب فبيجي وراءها يصالحها وبينقذها من العربية كانتها تطرابها لكن ريجلها بتتصاب زورة بتحاول تعرف من عامر إذا كان شاف زبري مع تاشا قبل كده وفي وسط استجوابها للواند بيدخل زين وبيقول لها مش هيفتكر حاجة لأنه عمره ما شافه قبل ما يكيب دار وبيقول لها إن علاقة بتاشا هي علاقة عمل وإن تاشا هي اللي كانت عايزها تتجوزه وهو رفض وإن ما فيش أي حاجة منه تجاه ولا أي علاقة تتخطى الشغل وزارة مش بتقتنع بالكلام قوي وبتقول له إنها عارفة إنه مش هيحبها لأنه متجوزه بالإقراه وبتطب منه إذا كان مش متقبلها كزوجة يقول لها من دلوقتي قبل ما الأمور يدخل في منطقة اللي عودة بس بيقطع كلامهم أهل الدور بحفلة بمناسبة زوجهم شون والد تاشا في الوقت ده بيفطارده إن حادسة تاشا كانت مضبرة مش مجرد حادسة تقليدية بس بنسيبهم بدون حلود وبنرجع لعاشا بنزارة وزانب اللي بتطلب منه تفسيرات لتعاملوا معاها وتجعلوا ليها وكمان عايزة توضيح لعلاقته مع تاشا وبيسألها إذا كانت بتغير من تاشا فبتقول له نابتشفق عليها وبتمشي ومش بترضى تاكل معاه وبتقول له إن سبب إصرار تاشا على إنها تبقى مراته إنه وعدها إنهم يكملوا سوا لنظرية المؤامرة بتاعتها دي ملهاش أي أساس من الصحة كمان بيقول لها إنها لو بتحاول تخليه يطلقها فهي مش هتنجح أبدا بس هي كانت خيطة يطلقها فعلا وبيفرق يرده على مكالمة من والدته اللي بتنبسط لما بتعرف إنه بقله أزواء معميراته وإنه بدأ يتقبل حياته الجديدة وبتطلب منه يجيب زارة ويزروها وبيلاحظ زين إنه أمه بتحب زارة جدا وإنه ما يقدرش يتحمل غضبها لو سبها بعدين لما بينفرد بوالدته بيقول لها إنه زارة زوجة ممتازة هو اللي زوج سيء وأمه بمجرد ما بتسمعي الكلام ده بتعتزله نعم معلمتهش كفاية كانت دايما بتستخدمه لواجهة لتجميل صورتها وبيعيد هزان منه يتغير ولكن وعده مش بيصمد يوم حتى بمجرد ما بيشوف رسالة تاشا اللي بتقوله فيها إن رجلات قصرت فبيتصل بيها وبيتطمن عليها في الوقت ده زارة المسكينة بتطبق لزامري أكلتهم مفضلة لكن على الأكل بيشوف سحلية وبيهرب لأنه بيخاف من السحالة جدا فبتدخلوا قطه وبتأكلوا بنفسها بعدين لما بيرجعوا المدينة بيشكرها إنها خلت بلها من أهله وكانت صالحة وأسعدتهم فبتطلب منه في المقابل فرصة يتقبلها فبيقول لها إنه هيعمل كده وهيروحوا سوا أجازة وفي الأجازة بيحس بالزنب وبيعترف لها إنه كان يعرف ستة تانية قبل ما يتجاوزها وبتتصدم زارة زامري بيقول لها إنه بيصريحها عشان عايز يبدأ حياة جديدة معها ومش عايز يبدأها بكذبة بس زارة بتكون حزينة جدا وبتمشي فبيروح وراها البيت يعتذر لها لكنها مش بتتقبل أي حذر وبتقول له إنه مش حتجمحهم وده واحدة النهاردة ولوها بيز حزين مش بيلاقي إلا شنطته في الشقة فبيجري لحقها وهي بتجر شنطتها وبيقول لها تقعد عشان يتنقشوا فهي بتقول له إن النقاش بلا داعي وإن رحلها مفيد للكل لكنه بيصر ويسحب شنطتها فبتضطر تطلع معاه فجأة تاشى بتلاقي شنو أبوها قرروا جوازهم من غير ما ياخدوا رأيها وجهزوا قاعة الفرح وقرروا يعلونوا عن الفرح في الصحف وبيبقاش في إيديها حاجة تعملها بعد بحطها أبوها قدام الأمر الواقع وبيوصل لزي الموزارة من الأجازة ورغم تكاهلها لي بيقول لها إنه ما تجاوزهاش مقبر إنه فعلا شايف إنها تقدر تصلح منه وتخلي زوك صالح بعدين بيروح شغله وهي بتروح قددها الطعاية تاني يوم بتروح الشغل تلاقي عمر عنده حمى جديدة وبتقلق عليه جدا وفي وسطة كلامها مع صدقتها بيتيكوا بمكلمة من زيم لصلاحة فيها بس هي بترفض أي كلام معاه وزامري بيقول لبكري إنه زاره مختلفة عن أي بنت عرفها أنا بيحس بمشاعر مختلفة لما يبقى جبها ومع تحقق ببكري من تغير زيم بيقول له إنه لازم يتيزوره فرصة تعافى من الصدمة فجأة بتروح جوليا لزار الشغل وبتدور على وظيفة وبتتزل لها على العالم حضور زفافها وبيقعدوا يتكلموا سوا بتطمن إن دالن مش بيزينا عيها وبنتها وبتحكي لها قصتها مع زامري في الشغل بيتقابل تاشا زامري وبتستفسر عن سبب تجهله لاتصالتها مؤخرا لكن فجأة بيجي شون اللي بيرودت على سؤالها إنه متجاوز وأكيد كان مع زوجته وبيقول لزام يا بيت عن تاشا عشان كم من كم يوم هتبقى مراته فبيقول له إنه مش مهتم وبيسيبهم ويمشي ولما بيرجع بيلاقي مكالمة من زارة بتطلب فيها الطلاق مرة تانية وموجود الطلاق مستمرا عجوليا اللي بتقول لدالن إنها مش هترجع له تاني أبدا وإنها هتبلغ عنه لو اعترض بانتهب وقمع بأي سوق وبتسمحها صديقة زارة في الدار وبتبلغ زارة عن الجدال اللي حصل لما بترجع زارة البيت بتشوف زامري وعمر بيلعبوا سوا وبيمشوا عامر عشان يتكلموا بتقول له إنها مش هتروح معها في أي حتة وبتقول له يروح لأي مأزول ويبعد لها ورق طلاقها بس تاني يوم بتتصدم بزامري في الشقة ومجهز لها الفطار لكنها مش بتهتم وبتطلب الطلاق تاني طبيش طارت زامري شرطة عصافي للطلاق وهو إنها تقول لأهلها إنها مش زوجة كويسة وتطلب منهم يطلقوها منه لكن لما بيمشي بتنطلق للقرية ولما بيعرف زي من الخبر ده من جوليا بيتصل بزارة اللي بتقول له إنها قبالت بشروط تقيمي جوزك وانتي جاية فبتقول لهم مفيش داعي وإنها رايحة لحماها بكرة الصبح لو حبيني يقوم عها فبيزدموها إنهم مش في القرية أصلا وإن مشوارها ده كم مضيعها للوقت ولما بترجع قدودها بتلاقي رسال من زامري بيطلب بينها إنها تقبل توتو وتسمحوا وفي الوقت ده دالن بيكون عارف إن جوليا في بيت صورة ورح يضربها كالعادة ويبدزها وبيحاول يخليها تستخدم زام لمصلعته الشخصية من خلال تدبيل زام فقضيت حيازة مخضرات وهي خوفا على سمعتها بتوافق نهار تاني يوم بتقامل زارة والدها وبيكون عنده مساعد جديد اسمه كشاف اللي ساب القرية من عشر سنين ودلوقتي راجع يشارك والدها في شغل فبيقول لها إنه مستقرب إنه عمره ملاحظ قد هي جميلة قبل كده وبعدين بيروح يقعد مع والدتها وبيسألها عن زوج بنتها بيتوريه صورة زام وبيظهر إنه فيه معرفة قديمة بينهم كشاف هو كاش البلطاغي اللي زعر في أول الأحداث وساهم في تدمير علاقة زام متاشا بيروك على جوليا اللي ضمرها بيمنحها تساهم في جريمة جوزها اللي بيحاولي يقتلها في نص الشارع بعد ما بوزت خطته وفضلت صدقتها عليه بس الناس بيلحقوها من الفاشي لحديم القيمة ولما بتروح البيت بتقول له إنها تخلعه لأنه رجل سيء وفي نفس الوقت ده بتوصل زارة من القارية وتديها جوليا لسنة من زامري بيعتذر لها فيها تاني وبيقول لها إنه أقبر على الجواز منها لكنه كل ما عرفها أكتر كان بيحبها أكتر ولو بيحبها بطرقة أحبش بيها أي ست غيرها ويطلب منها تسمحه وتديله فرصة جديدة فعلا زارة بتعمل كده وبتبعث الورسالة بتعتذر فيها إنها روحت لوحدها القارية بدون إذنه وهي الأمل الوحيد لعلاجه فبتروح له زارة البيت وبتقول له إنها هتعرض له خيارين الأول إنهم يفصلوا والتاني إنهم يكملوا سوا بس بشرط إنه يوافق إنه يعالج مشاكله المتعلقة بالستات يا تارى زامري هيوافق ويبقى إنسان صالح ولا يعنخونها التاني ويسيبوا بعضا للأبد دي كانت قصتنا النهاردة بتنسوش اللايك والسابسكرايب وتفعيل القرص عشان فيه أفلام أقدتوا على سبعين وبس كث